الأمير جورج يهدد زملائه في المدرسة بنفوث والده الأمير وليام ويسبب فضيحة كبيرة أثار ابن الأمير البريطاني وليام وهو الأمير جورج أزمة كبيرة لوالده والعائلة المالكة بعد أن بين عن سوء تربيته بتهديد رفيقه في المدرسة ففي التفاصيل فقد وجه الأمير جورج كلامه لرفيقه أثناء اللعب في المدرسة قائلا احذر فإن والدي سيصبح ملكا الأمر الذي تسبب بتصدر عنوين الصحافة التي تعتبر بعضها أنه تصرف خاطئ واستخدام للسلطة ولإسم والده الأمير وليام وريث العرش البريطاني إلا أنه بالرغم من هذا وبالعودة إلى مصدر الموقف فإن المعنى المقصود من تصرفه مختلف تماما ويدور حول إدراك المسئولية وأن لديه فهم جيد للملكية وذور أسرته وأن الأمير جورج يتمتع بحس الواجب منذ صغره ويفهم أنه سيكون ملكا ذات يوم لكن هذا الأمر أثار استياء العديد من البريطانيين حيث أكدوا أنه لا يجب أن يكون متعجفا بهذا الشكل وأنه يجب على العائلة المالكة أن يرب أطفالهم وخاص الأمير جورج على التواضع والوعي وعدم إثقاله بالإحساس بالواجب منذ الصغر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر